المتحدة الى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين كما قدم سموه تعزيه مواساته إلى أسرة آل نهيان داعيا سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان الكرام جميل الصبر وحسن العزاء وأن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الخير والنماء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واستذكر سموه جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية منوها سموه بإسهامات الفقيد الحافلة بالعطاء والتي كان لها بالغ الأثر في مؤصلة تمكين النهضة والنماء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تحقق لها من مجازات تنموية شاملة عبر مختلف الأصعدة منوها بالرعاية والاهتمام التي أولاها الفقيد الراحل وأخوه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للعلاقات الأخوية بين البلادين الشقيقين والحرص على مواصلة تعزيزها حتى وصلت إلى مستويات مميزة على كافة الأصعدة من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر